غزوة بدر الآخرة في شعبان من السنة الرابعة للهجرة وقعت غزوة بدر الآخرة وتسمى بدر الصغرى لعدم وقوع قتال فيها وتسمى أيضا غزوة بدر الموعد لأن أبا سفيان وعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد على اللقاء والقتال في العام المقبل في بدر خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ألف وخمسمائة رجل وخرج أبو سفيان بألفي رجل وكان خائفا وكارها للخروج وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بدر ينتظر أبا سفيان فلما بلغ أبو سفيان عسفان خاف وقذف الله الرعب في قلبه فرجع وتفرق من معه زواج الرسول صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضي الله عنها في شوال من السنة الرابعة للهجرة تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة واسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة رضي الله عنها وذلك بعد أن انقضت عدتها من زوجها أبي سلمة رضي الله عنه كانت أم سلمة رضي الله عنها موصوفة بالعقل البالغ والرأي الصائب وهي آخر من توفي من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم توفيت سنة 61 للهجرة